بالمناسبة في تعاملنا مع الغلاء احنا طبقات حتى في تعاملنا مع الأوقات العادية والرخاء احنا برضو طبقات ودي حاجة حقيقة لا ينكرها أحد وحقيقة ما حدش فينا يجمل ويقول الغلاء على الكل لكن تفاعل الناس وقدرتهم على تجاوز المراحل الصعبة لا مش ضيه بعد فما حدش فينا يمثل وهو مرتاح كده وقاعد يقول لك الغلاء أثر عليها ما بقتش حوش لا حوش بعدين ولا الغلاء أثر عليها مش قادر أجيب مش قادر أكل برة كل يوم لا إيه انت مش قصتنا النهاردة الحقيقة احنا قصتنا في المسؤولية الكبيرة والمسؤولية المجتمعية بتاعتنا ناحية بعض وقت الغلاء بفتكر طول عمري الشخص اللي قال كده انه لو تقدر وانت بتجيب لبنك بانطالون جيب بانطالون زيادة لو ميزانيتك تسمح لواحد تاني اعمل كده لو تعرف كل ما تجيب أكلة تجيب أكلة زيادة لحد تاني اعمل كده دي المسؤولية بقى بتاعت الناس وقت الغلاء غير بقى ان انا اكلم الظروف والمادية اقل وقوله اعمل ايه دي قصة تانية هنتكلم عليها النهاردة في فقرتنا الأساسية لكن المسؤولية الكبيرة بتاعت المجتمع وقت الغلاء هيا مسؤوليتي ومسؤوليتك ومسؤوليت كل واحد باختلاف طبقاتنا اللي يقدر يعمل حاجة دلوقتي زمان كان جميل انه يعملها دلوقتي ضروري انه يعملها وبذكر الضروري والمهم والاساسي والمسؤولية المجتمعية الكلمة الكبيرة الواسعة اللي ممكن مش كلنا عارفين معناها الحقيقي لكن المسؤولية المجتمعية اتمثلت وترجمت وبقت رسالة كبيرة او خلينا نقول بقت واحدة من اكبر المشروعات القومية في العالم وبقى اسمها حياة كريمة المشروعات القومية الكبرى في العالم بتصنف بالمناسب حياة كريمة يصنف واحد من اكبر واهم هذه المشروعات القومية اللي الهدف منه يقول لنا انه في مسؤولية مجتمعية في مسؤولية عليك انت يا مواطن يلي عايش في القاهرة او في اسكندرية او في مدينة في قلب قلب اكبر ناحية اصغر شارع في اصغر قرية في مصر اه في مسؤولية مجتمعية علينا وعشان كده كل يوم هتلاقينا مش بس تنتابع اخبار لكن لازم نبقى فاهمين اللي بيحصل وعارفين ايه دورنا وامتى يجي وقت التدخل الفردي زي ما بيحصل وقت التدخل المؤسسي وتدخل الدولة مؤسسة حياة كريمة اطلقت قافلة غذائية بتتكون من باتين الف صندوق مواد غذائية لتوزيعها على المواطنين الاكثر استحقاقا بجميع قرى ومراكز محافظة الغربية بالتعاون مع شركة صافي اعلنت المؤسسة انه البداية كانت في مركز زفتة لمحافظة الغربية وتم ارسال 12 شاحنة محملة بألفين كارتونة مواد غذائية باجمالي 24 الف كارتونة بجانب 6 شاحنات لمركز سمنود باجمالي 12 الف كارتونة ليتم توزيعها على المستحقين وكلمة بقى تتم توزيعها على المستحقين دي احنا بنفتكرها دي باجة كده وجزء من الخبر لكن الحقيقة هي التحدي الحقيقي اللي احنا عايزين نسأل فيه المنصقين في حياة كريمة لانه منظر او فكرة التكافل الغذائي ده وانه احنا يبقى الأكل موجود وما يبقاش عوز وما يبقاش مشكلة عند اي حد في مصر دي حاجة كلنا بنحترمها لكن دايما عندنا السؤال بتوصل للمستحقين بتوصل للمحتاجين فعلا وازاي بتتفلتر الحكاية وازاي بيراعى انه ما يظهرش في النص سلاسل دخيلة تمنع المستحق او تعطل وصول المواد الغذائية لي